السلام عليكم النفوذ اليهودي في فرنسا فيما يلي أقرأ عليكم مقالا بهذا العنوان من موقع الجزيرة تم نشره عام 2007 برز النفوذ اليهودي في فرنسا خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة من خلال التأييد الكبير الذي لقيه من اليهود الفرنسيين مرشح اليمين الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تبين أنه من أم يهودية وأن زوجته هي الأخرى يهودية ولهذا فقد توقع المراقبون حدوث تغيير في الموقف الفرنسي من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية بسبب الدور الذي من الممكن أن يلعبه اللوبي اليهودي الفرنسي في السياسة الخارجية الفرنسية علما بأن عددهم لا يتجاوز حاليا سبعمائة ألف يهودي بالمقارنة مع عدد العرب والمسلمين الذين يتجاوزون ستة ملايين من أصل ستين مليون فرنسي ولكن اليهود هم الأكثر تنظيما ونفوذا بين الطوائف والأقليات في فرنسا وعند استعراض تطور وجود اليهود في فرنسا نجد أن عددهم لم يتجاوز عند قيام الثورة الفرنسية في عام 1789 أربعين ألف يهودي من أصل ستة وعشرين مليون فرنسي وفي عام 1810 أي بعد الثورة الفرنسية التي منحتهم حقوقا متساوية مع بقية الفرنسيين ارتفع عددهم إلى ستة وأربعين ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانين يهوديا فقط وحسب إحصائية صدرت من الجالية اليهودية فإن مئة وخمسة عشر ألف يهودي قد جاءوا إلى فرنسا بين عام 1880 و1939 إذ وصل ثلاثون ألف يهودي بين عام 1881 و1914 وخمسة وثمانون ألف خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية فأصبح عددهم في عام 1939 مئتين وسبعين ألف يهودي نابليون كان أول من فكر عمليا في إنشاء دولة يهودية تابعة للإمبراطورية الفرنسية في فلسطين طمعا في مساعدة اليهود له في حملته لغزو الشرق إلا أن هذا الرقم انخفض بعد الحرب العالمية الثانية إلى 150 ألف ثم عاد وارتفع بين عام 1954 و1961 بسبب وصول مئة ألف يهودي من مصر وتونس والمغرب وبعد توقيع اتفاقية إيفيان بين فرنسا والجزائر في مارس آذار 1962 وصل 20 ألف يهودي من الجزائر وأصبح عدد اليهود في فرنسا حاليا في المقام الرابع بعد الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا وأعلى نسبة في أوروبا الغربية إذ يوجد الآن نحو 700 ألف يهودي في فرنسا من أصل 15 مليون يهودي في العالم ويوجد نصف اليهود الفرنسيين في العاصمة الفرنسية باغي إذ يعيش فيها من اليهود أكثر مما يعيش في القدس النفوذ اليهودي في فرنسا يعود بداية ظهور النفوذ اليهودي في فرنسا إلى الثورة الفرنسية إذ أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1791 قانونا لتحرير اليهود الفرنسيين ومنحهم حقوقا مساوية لغيرهم كمواطنين وألغيت القوانين المقيدة لحرياتهم ونشاطاتهم وكان نابليون أول من فكر عمليا في إنشاء دولة يهودية تابعة للإمبراطورية الفرنسية في فلسطين طمعا في مساعدتهم له في حملته لغزو الشرق كما طلب من اليهود الفرنسيين أن يعقدوا أول مجمع لحكمائهم في سان هدريان لكي يقرر إنشاء دولة يهودية تصبح تابعة للنفوذ الفرنسي حتى يسيطر على الطريق الاستراتيجي لتجارة الشرق مع الغرب وطمعا في تحطيم النفوذ البريطاني في الشرق إلا أن هذه الفكرة لم تنجح بسبب فشل نابليون في حملته على سوريا وفلسطين وظهر النفوذ اليهودي في قضية الضابط اليهودي دريفوس الذي اتهم بنقل أسرار عسكرية إلى السفارة الألمانية في باريس وصدر الحكم على هذا الضابط بتاريخ الثاني والعشرين من ديسمبر كانون الأول الف وثمانمائة وأربعة وتسعين بتجريده من رتبته العسكرية وطرده من الخدمة وسجنه مدى الحياة في جزيرة الشيطان وأثار أمر هذا الضابط الرأي العام الفرنسي الذي اعتبره خائنا في حق الوطن وشغل الصحافة والمسؤولين وسقطت وزارات عدة بسببه كما انتحر العديد من المسؤولين آنذاك ولعب اليهود الفرنسيون دورا كبيرا في تصعيد الأزمات التي أثارتها القضية في الحياة السياسية في فرنسا كما استغلها زعيم الحركة الصهيونية تيودور هيرتسل الذي كان مقيما في باريس في ذلك الوقت لإثارة المشاعر في فرنسا وأوروبا لدى اليهود لأنهم عللوا أسباب القضية بمعادات السامية عند بعض المسؤولين وأثار الروائي الفرنسي المعروف إيميل زولا قضية دريفوس في كتاباته حين هاجم المعادين للسامية في فرنسا وخضعت الحكومة الفرنسية للضجة التي أثارها اليهود وأصدقاؤهم وجئ بالضابط من منفاه وأعيدت محاكمته وصدر قرار ببراءته من التهم الموجهة إليه ومنح وسام الشرف كما أعيد للخدمة في الجيش من جديد واعتبرت قضية دريفوس مثالا على النفوذ اليهودي في فرنسا الذي بدأ يقوى ويشتد والذي استطاع تحويل قضية ضابط اتهم بالخيانة إلى ضابط حكم عليه بالبراءة ومنح وسام الشرف واستغل اليهود الفرنسيون القضية بعد ذلك بسنوات من أجل أن توافق الحكومة الفرنسية على خططها في إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين واستطاعوا إقناعها بإصدار وعد كامبو الذي اعتبر اعترافا رسميا من قبل فرنسا بالحركة الصهيونية يشبه وعد بيلفور وصدر الوعد بعد لقاءات عدة تمت بين سوكولوف وهو أحد زعماء الحركة الصهيونية وممثلها في باريس ورئيس الوزراء الفرنسي ريبو والسكرتير العام لوزارة الخارجية جول كامبو وطالب سوكولوف أن تصدر الحكومة الفرنسية بيانا كتابيا تعبر فيه عن عطفها على أهداف الحركة الصهيونية فيما يختص بقيام دولة يهودية في فلسطين واستجابت الحكومة الفرنسية ونشرت في الرابع من يونيو حزيران 1917 إعلانا صريحا عبرت فيه عن عطفها على المخطط الصهيوني بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين التي نفي منها شعب إسرائيل وخضعت منذ ذلك الوقت معظم الحكومات الفرنسية للابتزاز اليهودي خوفا من اتهامهم باللاسامية تنظيم اليهود الفرنسيين تمتاز الطائفة اليهودية في فرنسا عن الجالية العربية والإسلامية بأنها الأكثر تنظيما وتجاوبا مع التنظيمات المتعددة التي ترتبط بعضها مع البعض الآخر والتنظيمات اليهودية موجودة على جميع الأصعد الثقافية والسياسية والاقتصادية والدينية والقانونية والطلابية وحيثما يوجد تجمع يهودي فهناك تنظيم أو اتحاد يربط بعضهم ببعض وتوجد مئة جمعية واتحاد وتنظيم يهودي وصهيوني في باريس وحدها إلى جانب وجود مكاتب لمختلف الأحزاب السياسية الموجودة في إسرائيل ومن أشهر هذه المنظمات الحركة الصهيونية في فرنسا ومجلس المثقفين اليهود من أجل إسرائيل في فرنسا ودخلت العديد من المنظمات اليهودية في تنظيم موحد منذ عام 1977 تحت اسم المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا CRIF الذي يرأسه الآن روتشيلد اليهود الفرنسيون رغم مساواتهم في الحقوق مع سائر المواطنين الفرنسيين لم يندمجوا اندماجا كاملا في المجتمع الفرنسي واستمروا في التقوقع حتى لا تذوب الشخصية اليهودية داخل المجتمع الفرنسي وبالرغم من النفوذ اليهودي القوي في فرنسا والمتداخل في مجالات عدة فانه اقل من النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة ويعود ذلك الى عدد اليهود في كل بلد الا انه من الملاحظ ان النفوذ اليهودي في فرنسا هو اكبر نفوذ يهودي في اوروبا وهذا النفوذ قديم ومرتبط بالحياة اليهودية في المجتمع الفرنسي وقد ازداد بعد قيام اسرائيل ومشاركتها في العدوان الثلاثي مع فرنسا وبريطانيا على مصر عام 1956 ومع ذلك فان اليهود الفرنسيين بالرغم من مساواتهم في الحقوق مع سائر المواطنين الفرنسيين لم يندمجوا اندماجا كاملا في المجتمع الفرنسي واستمروا في التقوقع حتى لا تذوب الشخصية اليهودية داخل المجتمع الفرنسي وشدد بنغوريون على هذه القضية وقال ان الاندماج في المجتمعات التي يعيش فيها اليهود هو اكبر خطر يهدد اليهودية اليوم وبالنسبة للقضية الفلسطينية فان النفوذ اليهودي الموجود في الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى امر واضح في فرنسا واعترف الجنرال ديغول بعد حرب 1967 بهذا النفوذ المسيطر على وسائل الاعلام الفرنسية مما جعل اليهود يتهمونه بمعادات السامية كما ان نفوذهم يبدو واضحا ايضا عند السياسيين الفرنسيين ذوي المصالح الاقتصادية المرتبطة بمصالح اليهود وكذلك داخل المؤسسات الاقتصادية والبنوك كل ذلك يعطي اليهود الفرنسيين القوة في انتقاد مواقف حكومتهم من الصراع العربي الاسرائيلي حيث ان المنظمات اليهودية تنتقد وتحتج باستمرار على السياسة الخارجية لفرنسا منذ عام 1967 إلى هذا الوقت ولكن هذا لا يعني ان غالبية اليهود الفرنسيين يقفون مع اسرائيل ضد مواقف حكومتهم من القضية الفلسطينية فهناك نسبة لا يستهن بها من اليهود الفرنسيين الملتزمين بمواقف احزابهم السياسية المنتقدة لاسرائيل الوضع السياسي لليهود يمكن توزيع اليهود في فرنسا على اساس انهم موجودون في غالبية التيارات السياسية الفرنسية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار بل ان بعضهم تزعن حركات واحزابا سياسية عدة مثل الان جريفين زعيم احد التنظيمات الماوية وكان لبعض العناصر من اليهود دور كبير في الحياة السياسية في فرنسا كرئاسة بعضهم الحكومة الفرنسية مرات عدة امثال ليون بلوم ومنديس فرانس من الحزب الاشتراكي وميشال دوبري وليو هامون من الديغوليين او في وجودهم الملحوظ في قيادات النقابات العمالية والطلابية وجدير بالذكر ان ثورة الطلاب الفرنسية في مايو ايار 1968 كانت تتزعمها عناصر يهودية يسارية امثال كريفين وكوهين الا ان نسبتهم قليلة بالنسبة للناخبين الفرنسيين اذا ما قورنوا بالولايات المتحدة حيث تبلغ نسبتهم في فرنسا نحو 1.38% بينما يمثلون في الولايات المتحدة 3% وهذه النسبة ترتفع في باريس لتصل في بعض الدوائر الانتخابية الى 15.17% وفي النهاية يبقى النفوذ اليهودي في فرنسا هو ثاني اكبر نفوذ يهودي في العالم بعد الولايات المتحدة اذا استثنيت اسرائيل وحدث ان هاجمت المنظمات الصهيونية الفرنسية بعض التجار اليهود في باريس لانهم رفضوا التبرع على اسرائيل كما هاجم اليهود المعادن للصهيونية كماكسيم رونتسون ويلاحظ ان تأييد اليهود الفرنسيين لاسرائيل يفوق حماسهم لفرنسا ومثال ذلك الكاتب الفرنسي ريمون آرون الذي كتب مقالة في لوفيجارو خلال حرب 1967 قال فيها انه يعتبر نفسه يهوديا منصهرا يبكي لعثرات فرنسا من معركة واترلو الى معركة فردان ويعتبر ان رايته هي العلم الفرنسي ونشيده الوطني هو النشيد الوطني الفرنسي غير انه يشعر اذا سمحت الدول الكبرى بدمار اسرائيل بان تلك الجريمة رغم صغر حجمها بالنسبة لهذه الدول لن تبقي له الكثير من اسباب الحياة وجود 700 الف يهودي في فرنسا يؤثر على القرار السياسي لأي حكومة فرنسية بالنسبة للصراع العربي الاسرائيلي فكيف اذا كان الرئيس الفرنسي الجديد هو نفسه يتعاطف مع اسرائيل فعل الجالية العربية في فرنسا ان تنظم نفسها وتشارك في الاحزاب السياسية والمنظمات الفرنسية علاقة يهود فرنسا باسرائيل لم تكن هجرة يهود فرنسا الى اسرائيل منظمة قبل قيامها ولكن خلال الحرب العالمية الثانية بدأت بعض العائلات اليهودية تهاجر الى فلسطين هربا من الاحتلال الالماني لفرنسا وحتى قيام اسرائيل لم يهاجر من يهود فرنسا سوى 3943 الى فلسطين واكثر سنوات الهجرة كانت عام 1949 حيث وصل اليها 1653 يهوديا فرنسيا وفي السنوات العشر الاولى من قيام اسرائيل لم يهاجر اليها من فرنسا سوى 7768 يهوديا ومن الملاحظ ان نسبة اليهود الفرنسيين المهاجرين الى اسرائيل ضعيفة وغالبيتهم من اليهود الذين التحقوا باقارب لهم هاجروا اليها من مناطق مختلفة من اوروبا بل ان اليهود الذين هاجروا من مصر والجزائر وبقية دول المغرب العربي فضلوا الهجرة الى فرنسا على الهجرة الى اسرائيل وقد طرح سؤال على عينة من 500 يهودي فرنسي عن احتمالات الهجرة من فرنسا فكانت النتيجة ان 54% اجابوا بانه احتمال مرفوض اطلاقا و33% اجابوا بانهم يهاجرون في حالة التجدد الاضطهاد و2% لأسباب عقائدية و11% لأسباب شخصية اي ان اكثر من نصف اليهود الفرنسيين يرفضون الهجرة وحتى في حالة الهجرة الاضطرارية فان 35% منهم اختاروا الولايات المتحدة و16% اوروبا الشمالية وبريطانيا و17% بلشيكا وسويسرا وكندا و8% امريكا اللاتينية و13% ايطاليا واسبانيا و7% دولا اخرى ولم يعطي جوابا 4% منهم وعدم حماس يهود فرنسا للهجرة الى اسرائيل لا يقلل من تأييدهم لها مع بقائهم في فرنسا بل ان 39% من اليهود الفرنسيين لا يتكلمون اللغة العبرية لا شك ان وجود 700 الف يهودي في فرنسا يؤثر على القرار السياسي لاي حكومة فرنسية بالنسبة للاصطراع العربي الاسرائيلي فكيف اذا كان الرئيس الفرنسي الجديد هو نفسه يتعاطف مع اسرائيل وللرد على هذا التساؤل على الجالية العربية في فرنسا ان تنظم نفسها وتشارك في الاحزاب السياسية والمنظمات الفرنسية وعندها سوف يؤثرون على النخب السياسية الفرنسية ولن يستطيع ساركوزي او غيره ان يتخذ مواقف سياسية معادية للقضايا العربية انتهى المقال اشتركوا في القناة